موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مجهز الرابع من قناة المرابطون اهلا بكم يرتقبوا ان يزور الرئيس الموريتاني محمد والعبد العزيز ولاية العصابة يوم غدنا الاثنين بعد زيارتين شملتا ولايتي الحوضين واتير الزمور ويقول انصر الرئيس ان الهدف من الزيارة والتفقد والاطلاع على اوضاع المواطنين فيما يقول ومنوئه ان ان لهذه الزيارات اهدافا اخرى غير معلقة سلم المنتدى الوطني لديمقراطية والوحدة وثقة ممهداته لدخول الحوار السياسي المرتقب للوفد الممثل للنظام والاغلبية الحاكمة خلال جلسة عقدها الطرفان بقسر المؤتمرات في نوكشوت ووفق بيان صادر عن اللجنة الاعلامية للمنتدى فان وفد النظام تسلم الوثيقة وطلب مهلة زمنية لم يحددها لدراسة الوثيقة والاتصال بوفد المنتدى تمثل وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون فاطمة فارمتسوينة موريتانيا في الاحتفالات المخلدة لذكرى الستين للمؤتمر الاسيوي الافريقي المقاررة يتنظم في العاصمة الانتونسية جاكرتا في الفترة ما بين العشرين والرابع والعشرين من شهر أبريل الجاري ندد حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني حاتم في بيان صادر عنه بما سماها موجة الإلحاد التي قال إنها أضحى منتشرة في صفوف العديد من الشباب الموريتاني وقال الحزب في البيان الصادر عنه إن التطاول على ذات الإلهية والمقام النبوي لن يثني الموريتانيين عن التمسك بالمذهج النبوي الكريم هذا وكانت قد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة تدونة لأحد الشباب الموريتانيين يتطاول فيها على الجناب النبوي أعلن الأديب والشعر الموريتاني الدكتور محمد ولحظانة ترشحه لرئاسة التحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين جاء ذلك خلال أمسية نقيمة بن وقشوت وحضرها عشرات الأدباء والشعراء من أنصاري وأهالي واللحظانة هذا ويأتي إعلان واللحظانة ترشحه لرئاسة الاتحاد أسبوعا بعد إعلان الأديب والشعر ناجم محمد الإمام ترشحه لذات المنصب أتلى نادي سنيم كنصادو صدرة الدور الموريتاني لكرة القدم مؤقتا بعد فوزه على نادي جمل سطارة بهدفين مقابل هدف فيما وصل نادي تجججا سرسلة انتصارته في الدوري بعد أن تمكن من الفوز على نادي مودرن كي هيدي يمكنكم مشاهدين الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجزي ونشراتي وبرامج القناة على حساب صفحتنا على الفيسبوك الظاهرية على الشاشة السادسة نشرة أخبارية بحول الله السلام عليكم اشتركوا في القناة